واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 76 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاة على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط ما يقرب من 631 قضية من بينها 186 قضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 87 طن أقماح محلي